عبد الرشيد محمد سائق مركبة في القبيطة يحاول تعبيد طريق قرية شرار بيديه للمرور عليها بعد أن تضررت قراء سيول الأمطار التي شهدتها المديرية شوف هذا الوادي وكيف مخرب قدامك كل ودي هذا كله مخرب من دجات الأمطار السيول لأنه وقع ثلاث سيول واحد بعد واحد وخرب الطريق كله إلى منصف الوادي هذا بل هنا عادنا صلح الضرط الطريق قامس قليل قليل عاد باقي فوق مليان عارم عطار كله لا فوق طريق القبيط الرئيس الشريان البديل الذي يربط عدن ببقية المحافظات أصبح متعثرا حيث دمرته السيول وغمرت عددا من المركبات والشاحنات كما تسبب بوقوع خسائر معدية وانقطاع الحركة أمام المسافرين ونقل البضائع يوم أمس حصلت سيول قارثة دمرت بعض المركبات في مديرية القبيطة في سائلة مديرية القبيطة الشريان الوحيد الذي يربط مناطق شرق تعز على محافظة عدن وبعض المناطق في محافظة إيب رصدنا أكثر من 15 مركبة أخيرا الذي يوم أمس تم طمرها ولازالت عالقة تحت الأنقاذ وركوم السيل الأراضي الزراعية التي يعتمد عليها السكان كمصدر للعيش هي الأخرى تضررت بسبب السيول القارثة بالإضافة إلى الانهيارات السخرية وتشقق المنازل القديمة قراء هطول الأمطار الغسيرة الركاب الطين طين أقول لك جيلة هطولت حقنا هناك شل السيل منها الأضرار مصدات الأراضي التي زرونها أمامكم قرفت الأراضي وقرفت المدرقات الزراعية وكانت أضرار المواطنين بليغة جدا الأضرار البالغة التي لا يقوى المواطنون على تحملها لوحدهم تتطلب من الجهات المسؤولة والمنظمات الإنسانية الإسراع في التدخل لإنقاذ المتضررين من السيول وإصلاح ما خلفته وكذا المساهمة في خمايتهم خصوصا في ظل النداءات المتكررة التي يطلقونها للجهات المعنية سامح عبدالوهاب قناة بلقيس لاحق